يعني في حاجة متعلقة بالقوات المسلحة هترجع لمزيع اسمه يوسف اسمه فلان اسمه علان لا ارجع للبيان على طول تقولي اصل الصفحة بتاعة صنهور الفيوم ايا يعني ايه هي بقى صفحة صنهور الفيوم يعني مش فاهم هل هي وكالة اخبارية اسمها صفحات مدينة صنهور بالفيوم وكالة اخبارية معتمدة فيها صحفيين معتمدين اعضاء في نقابة الصحفيين المصريين مثلا يعني انت برضو قلنا يعني علشان في الحالة دي لازم اروح على طول بقى ابدأ اتابع الصفحة الرسمية بتاعة مدينة صنهور في الفيوم واخد منهم الاخبار واعتبر انهم دول اقوى من قناة القاهرة واقوى من القناة الاولى واقوى من الحياة واقوى من سكاي واقوى من بي بي سي لانه الاستاذ محمد عبد المعطي خد قرار ان احنا لازم ناخد معلوماتنا من صفحة مدينة صنهور بالفيوم وبعد كده طلبة الاعلام هيروحوا يتضربوا في صفحة مدينة صنهور في الفيوم وهنبعث اصدقائنا في المؤسسات الصحفية يروحوا يتضربوا في صفحة مدينة صنهور بالفيوم عشان الاستاذ محمد عبد المعطي شايف ان هي دي المصدر بتاع المعلومات طب انا راضي زمة حضراتك وراضي زمتك يا محمد ده كلام امين شباب حزب يعني ده اللي انت عايز تروجه او تصور به نفسك يعني عندما تتحدث فانت بتقول للناس يا جماعة يالله بينا ناخد اخبارنا من صفحات فيسبوك ولا بناخدها من الوكالات الاخبارية والقنوات الكبيرة والمؤسسات الصحفية يعني انا بسألك والله العظيم بتكلم بامانة انا بسألك ده بياخدني الحتة تانية حزب المحافظين عايزي ده فعلا مش الظهر يعني انا اتذكر كويس لما اطلق الحوار الوطني تتعلق اول ناس اقل سؤال قبل اطلق الحوار الوطني الاخوان تنظيم ارهابي ولا مش ارهابي تنظيم ارهابي دي اجابة اظن واضحة للكل الاخوان انبتق عنهم كل التنظيمات الارهابية المتطرفة التي تدعي التأسلم في العالم او لا لا